موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة جديدة من برنامجكم برنامج ملاعب بلدنا طبعا بنهنئ النادي الاهلي بحصوله على البطولة الرقم 140 بفوزه المستحق على نادي طلاع الجيش بضربة الترجيح وحصوله على بطولة كأس مصر لموسم 2021 طبعا معي في البداية في الفقرة الأولى الكابتن إسلام المصري المدير الفني لفريق موليد 2005 بنادي الماكس السكندري أهلا وسعى كابتن إسلام أهلا بيك كابتن نورنا كابتن إسلام الله يخليه نوركي تمام كابتن إسلام في البداية كده عرفنا لأن طبعا نحن السيفي بتاعك المقرناه حاجة مبشرة وحاجة يعني كويسة جدا طبعا حكي للأول عن تجربتك في الإمارات لما كنت مأسك مدير فني في نادي عجمان الإماراتي والله كابتن في البداية أحب بس أشكر الكابتن صلاح محمود لأنه كان سبب احترافي في الإمارات كمدير فني لنادي عجمان والحمد لله قضيت هناك فترة جميلة جدا اكتسبت خبرات كنت مسك مرحلة ناشئين ولا براعم ولا شباب آه مرحلة ناشئين كانت موليد 2004 والحمد لله قدمنا موسم طيب جدا وكان معايا جميع الجنسيات هناك يعني مش إماراتيين بس كمدربين ولا كلاعبين الاتنين يعني كان في لعبة محترفة في دور الناشئين بالإمارات آه هناك الإمارات لما جميع الجنسيات يعني أنا كان معايا لعبة من الهند ولعبة من باكستان ولعبة من عمان ولعبة من الإمارات ولعبة من مصر فالحمد لله كان فريق متجانس قدرنا أن نفسنا على المركز الأول لفترة كبيرة ولكن كان ناقص لنا ماشيين في الآخر جاءت الكورونا وقفت الدنيا يعني كنت ماشي في الإمارات نادي عجمان ماشيين أول كنا ماشيين أول تولي الموسم الى 16 سنة الحمد لله عملنا موسم موفق جدا ويعني كان أول مباراة حتى كان مع النادي الأهلي وقدرنا نكسب خمسة أربعة فالحمد لله قدمنا موسم طيب جدا نادي الأهلي الإماراتي آه الأهلي الإماراتي تمام طيب معي على التليفون في المداخلة الهاتفية الكابتن رمضان ناجي رئيس النادي المصري السلوم أهلا وسهلا كابتن رمضان أهلا وسهلا كابتن أحمد تحياتي ليكو برنامجة في الجميل وطيفة في الكريم أخبارك كابتن كله تمام والله الحمد لله أخبارك أحكينا كده عن الفريق الأول بنادي المصري السلوم وطبعا عايزين نشوفه أهم وأبرز الصفقات الجديدة لهذا الموسم والله تم تعاقد مع أصدق من عشر لعبين الموسم ده سبقات من العيار السلوم تمام وفجأنا فترة إعداد في محافظة مطروع إلى وحتينا هذا احنا في معسكر الفراء كلها وإن شاء الله بإذننا ربنا يكرمنا الموسم ده وبقينا على الجهاز الثاني وإن شاء الله ربنا يكرمنا سبقاتن أحمد ينتعار في السنة دي سنة صعبة الضوري مضهود وراء بعضه الدعم أوليس يجي من الوزارة سواء من السيد المحافظ نغيش دعم السنة دي عندنا فلوس للنادي متباحتية برضو من الاتحاد الكورة مكافأة مئة ألف جنيه لحد دلوقتي ما حصلناش عليها من الاتحاد ولا من الوزارة؟ من الاتحاد الكورة من الاتحاد الكورة عبر برنامج الجميع ده لأنه يصرفها النباتي عشان لدى بيها لأنه خلاص المصابعات عندك تقريبا يوم ستة عشرين واثناشر في قصم الثالث لأنه يوم ستة عشرين واثناشر تمام طيب فيه سلبيات أو معوقات تعوق مصيرة الفريق؟ والله هو الرقم واحد لتعمل الماله تمام الثاني حاجة اللي هو موضوع المتحاد لا أنت عارف موضوع المتحاد موضوع جدا السعاد تيجي أبل المرشك لاي عندك ثابع لعيبة أو ثمانية عندهم كارونا وعندهم اشتباه برضو دي أتمنى يكون فينا فيها نظرة من الاتحاد الكورة حتى أنت عارف الضرق الثالثة إمكانياتها بسيطة اللعيبة برضو بنجيبهم عشرين لعيبة أو عشرين لعيبة ما تستجلوش ثلاثين لعيبة وثلين ناس الثانية أتمنى يكون فيها نظرة للاتحاد الكورة بإذن الله هل أبقيتم على الجهاز الفني كابتن تامر فاروق؟ الكابتن تامر فاروق والكابتن هاني والمدرب الحراس برضو كابتن جابر كلهم موجودين مستمرين مع النبي إن شاء الله يعني كده نشوفه طبعا مزيد من التفوق والنجاح لأن المسم الماضي طبعا يعني كان فيه إنجاز صعود نادي المصري السلوم لدورة الترقي لصعود الممتاز بيه ولكن لم يحالفه التوفيق إن شاء الله بإذن الله ربنا يكرمنا دايما نادي المصري السلوم بنافس ودايما على المنافسة وإن شاء الله استنادي ثلاث صعود بإذن الله وحلم الإدارة وحلم مبروح بإذن الله إن شاء الله شكرا جزيلا الكابتن رمضان ناجي رئيس مجلس إدارة نادي المصري السلوم كابتن إسلام كانت فطرة جميلة وطبعا تجربة ناجحة بكل المخييس فطرة وجودك في نادي عجمان بالإمارات طيب هل الفريق كان يعني أنت بنيته من الأول ولا كان جاهز ولا بدايتك إزاي كانت مع الفريق والله إحنا بدأنا فترة الإعداد من الأول بس كان مقص لنا شوية عناصر إدينا إن إحنا نجمعهم من الأكاديميات اللي هناك لأن فيه أكاديميات محترمة إدينا إن إحنا نروح نجمعهم وطبعا كل المراكز بقت تمام وبدأنا الموسم محترم الحمد لله وعملنا موسم قوي ومن خلال هناك طبعا دخلت الرخصة سيئة الأسيوية وقدرت أحصل عليها الحمد لله اللي هي بتأهلني إن أنا أضرب أي نادي يعني الرخصة الأسيوية يعني متوائس حصلتها هناك من الإمارات آه طبعا جهاز جميلة كويسة تمام حابب برضك أشكر المدير التنفيذي للاتحاد الإماراتي الكابتن عبدالله حسن والمحاضر الدولي راجل ممتاز جدا عطانا خبرات فوق الخيال الحمد لله والحمد لله دلوقتي بطبعها في مصر حاجات روعة ما شفناش هنا في مصر الحمد لله يعني لأ الاتحاد الإماراتي وجاب لنا محاضرين من ألمانيا وبلجيكا وتركيا ومن روسيا لا الحمد لله يعني الرخصة سيئة هناك متفوقة بجد يعني بكامل طبعا أكيد طبعا الاتحاد الأسيوية طبعا بالأمانة محاضرات جيدة محاضرين من دول أوروبية على أعلى مستوى ياريتنا تمنوا اللي احنا نكونوا زي الأمارات كده في الناس اللي بتحصل على السي ما يحضر ما يحضرش أي حد حاضر للأسف بالرغم أن فيه قامات كبيرة ومحاضرين دوليين ولكن برضو الفكر الأوروبي والتطور التدريبي طبعا لابد أن يكون موجود للمداربين المصريين كابتن إسلام برضو من خلال تجربتك الناجحة في نادي عجمان الإماراتي طبعا العلامة القومة الكبيرة الله يرحمه للكابتن ميمي ساتيا والدك يعني طبعا مررنا مستاذي ومعلمي وهو اللي علمني التدريب طبعا الحمد لله بس أنت سلكت مجال يعني مجال غير المجال ولكن في الأول ومجال طيب ومجال حسن طبعا ولكن طبعا كل الفضل طبعا لي الكابتن ميمي ساتيا والدك الوالدي طبعا هو اللي علمني التدريب هو الفضل الأول والأخير لي طبعا ويعني الحمد لله أن أنا بدأت أكمل مسارته وبدأت أن أنا أنجح والله يعني نجاحي أنا باهدهوله هو هو برضو كان بدأ برضو برحلة احترافية آه طبعا صح؟ آه آه كان في اليونان طبعا آه بدأ حياته في اليونان كلاعب وبعد كده ودرب كمان هناك الحمد لله طب بالنسبة بقى لكابتن هشام بقى أخوك آه طبعا كابتن هشام إبراهيم الحكم الدولي آه طبعا لأ عائلة قروية بقى آه الحمد لله إن شاء الله نشوهو كده في أحسن هالي مراكب آه الحكام في منطقة اسكندرية ومشرفنا طبعا في كل المجالات إن شاء الله نشوهوك في أسعد حال إن شاء الله وأهنى بل كابتن إسلام بالنسبة نخشه على آه كمدير فني لفريق الألفين وخمسة ومرحات الألفين وستة بنادي المكس السكندري حديث طبعا حديث الدوري بالنسبة للناشئين أقول لي كده يعني بداية الاستعداد الدوري اللي حيبدأ أو أوشك على أو خلاص يعني حيبدأ الدوري وفي نفس الوقت برضو الجاهزية بتاعت اللاعبين على أعتم الاستعداد وأبرز اللاعبين في هذا الفريق آه والله إحنا بدأنا فازة الاعداد بتاعتنا بمعسكر جميل جدا في استاتبال تيم يدرنا من خلال المعسكر دوة نأهل لعبتنا بشكل محترم وعملنا فترة اعداد قوية جدا وطبعا حيبان الكلام ده كله في الدوري عملنا مباريات ودية مع نادي الأولمبيت عادلنا معهم وكسبنا نادي الأفباري 2-1 ويدرنا نتغلب على نادي مارية 3-1 وإن شاء الله عاملين ماتشات مع أصحاب الجياد وساحة النصر في الفترة القادمة وبنحاول نجهز اللاعبين عندنا طبعا أبرز اللاعبين اللي ظهروا في خلال الفترة السابقة اللعب محمد مهدي كابتن الفرقة والليبرو الفريق قلب الدفاع دود أبرز اللاعبين نتكلم عنهم برضو أبرز اللاعبين طبعا ياخد حقهم برضو طبعا اللعب محمد مهدي واللعب محمد هشام علوان نجم خط النص واللعب كريم الملاح هداف ومهاجم الفريق واللعب محمد أنور اللي ها في الشمال طبعا في لعبين كتير مش عايزة نساهم ولكن دول أبرز اللاعبة اللي موجودة عندنا وطبعا في لعبة جدد لسه جايين الفريق وبدأوا يتأقلموا اللعب محمود عزة واللعب مروان واللعب إبراهيم فيصل أتمنى أنهم يبدأوا يدخلوا مع الفريق واحدة واحدة وبإذن الله عملنا الحمد لله فرقة محترمة وجبنا حارس على أعلى مستوى الحارس عمر والحارس زياد اتنين حراس على أعلى مستوى إن شاء الله يكونوا معنا في الدوري ويقدروا أنهم يحرسوا عارين نادي الماكس وإن شاء الله إحنا معاودين كوياني على البطولات الحمد لله أنا خدت بطولة اسكندرية مرتين كلاعب الحمد لله كلاعب سنة تسعة وتسعين وكمدرب سنة الفين وسبعتاشر أتمنى أن أنا أكررهم تاني السنة دي بإذن الله مع نادي الماكس ونرفع الكاس كده زي ما رفعنا مرتين قبل كده إن شاء الله يا كابتن يا رب إن شاء الله طب كلمني برضو بالنسبة للقطاع المستحتة في نادي الماكس الفرق اللي هي حتى تشارك برضو أبرز المدربين في القطاع القطاع مش شارك كم مرحلة سنية تامين فضل هو القطاع بتاع نادي الماكس مشترك من أول 2008-2007-2005-2004-2003-2001 وطبعا الفريق الأول اللي هو أخذ من لعبة التسعة وتسعين ونضمناهم على الفريق الأول والحمد لله كلهم مدربين ممتازين جدا 2008-2008 أنا مشرف عليها ومعي الكابتن محمد الدومس 2007-2007 كابتن محمد أدري 2005-2005 طبعا معي 2004-2004 مع الكابتن صابر طبعا المدرب العملاق مدرب نادي الأولمبي السابق 2003-2005 مع الكابتن شيكو وكابتن محمد فواز 2001-2005 مع اثنين مدربين طبعا كابتن أحمد تمام والفريق الأول طبعا بدأ تدريباته وبدأ كابتن حنت وكابتن هني فارج طبعا مدربين محترمين وطبعا إن شاء الله بإذن الله كل التوفيق والنجاح لقطاع الناشئين والفريق الأول بنادي السكنتري كابتن إسلام أخيرا حابب توجه الشكر خاص لمين وشكر عامين في المجال الرياضي تمام طبعا طبعا حابب أوجه الشكر لكابتن صلاح الناهي رئيس كطاع الكورة بنادي سموحة على أنه أتح لي الفرصة قدرت أن أنا الحمد لله مدرب بنادي سموحة حاليا موهيك كاما كابتن؟ 2011 تمام فالحمد لله يعني كابتن صلاح الناهي في ظهري على طول الشخصات المحترمة كابتن صلاح الناهي وطبعا قاموا علامة كبيرة من المدربين طبعا المتواجدين داخل أو المشرفين أو المدريين القطاعات داخل قطاع سموحة كابتن شكر عام بقى ده شكر خاص؟ طبعا شكر عام لكابتن محمد زيزو مدير التنفيذ النادي الترام وقف جنبي بردك في فترة من الفترات كتير لأن أنا عدت في نادي الترام ثلاث سنين الحمد لله وقد كانت فترة جميلة جدا قدرت أن أنا أعمل فيها اسم كويس طبعا الكابتن أحمد إنبابي رئيس قطاع الناشئين حاليا وكابتن ممدوح دهب رئيس قطاع الناشئين بنادي الترام وكابتن حسام الدسوقي مدير الكورة وكابتن وائل مدير الكورة الموسم السابق طبعا دول أبرز الناس اللي أنا بحبهم في مجال الكورة وهم سندوني فعلا يعني وقفوا جنبي لحد ما الحمد لله خدنا الخبرات بتاعتنا ووصلنا لمستوى كويس الحمد لله يؤهلنا إن إحنا نمسك فرق محترم إن شاء الله كابتن أخيرا طبع بنشكر ضيفي الكريم العزيز في ختمها دي الفقرة بوجه الشكر للكابتن إسلام المصري طبعا كل شكر والكيان لقطاع الناشئين بنادي المكسر السكندرية المستحدث هو طبعا نادي قديم ولكن لسه مستحدث بالنسبة لقطاع الناشئين وإن شاء الله بإذن الله حندد له تغطية إعلامية هذا الموسم بالنسبة لتقارير بعض المباريات الدوري المشارك بمنطقة الأسكندرية لقوات القدر بنكر الشخري للكابتن إسلام المصري شكرا جزيزي الله يخلي يا كابتيني عبنيك حنطلع لفاصل وطبعا نستقبل ديوفي الكبار لعبين مميزين جيدين الحارس الموهوب الحارس أدهم صلحي طبعا حارس مرمى من بورسعيد بلعب في نادي المكس وطبعا معي اللعب حاتم جابر من موليد 2005 لعب نادي الزرقى الرياضي ترجمة نانسي قنقر